السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مثل بيقول إذا عرف السبب بطل العجب فلو عرفت أسباب هشاشة العظام هتقدر تحمي نفسك منها فاربيعين ثانية هقولك على أهم عشر أسباب لهشاشة العظام أول حاجة إلت الحركة وإلت الرياضة تاني حاجة إلت هرمون الاستروجين عند الستات بسبب انقطاع الدورة أو إزالة المبيض تالت حاجة إلت هرمون التستسترون عند الرجال رابع حاجة إلت الكالسيم وبيتامين دال في نظامك الغذائي خامس حاجة التدخين والكحليات سادس حاجة بعض الأدوية زي الكورتزون سابع حاجة زيادة في نشاط الغذة الدرقية أو تناول هرمون على كسور الغذة الدرقية بكمية كبيرة تامن حاجة زيادة في نشاط الغذة القذرية الموجودة فوق الكلة تاسح حاجة بعض الجراحات في الجهاز الهضمي زي تصغير المعدة أو إزالة جزء من الأمعاء عشر حاجة بعض الحالات المرضية زي الزئبة الحمراء والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الكبد والكلة والتهاب الأمعاء والسرطان دي أهم عشر أسباب لهشاشة العظام الفيديو اللي جاي إن شاء الله هكلمك على بعض الأدوية اللي بتستخدم في علاج هشاشة العظام بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك شيره لغيرك بتمنى لكم الصحة والعافية كم معاكم دكتور طريق تركي استشاري راحة العظام ونعناب القدم والقدم السكري سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته